في فيديو النهاردة جايب لك موقع مجاني تماما حتى هذه اللحظة موقع هو بديل قوي جدا لميت جيرني وليوناردو وده لانه بيستخدم موديلز حديثة واحترافية ولو انت اول مرة تتابعني عايز اقول لك اني هشرح موقع جديد يعمل بالزكاء الاصطناعي يقوم بتحويل النص الى صورة يعني بيرسم لك اي رسمة انت عاوزها بضغطة زر واحدة بس بتكتب له النص اللي انت عايزه وهو تلقائيا بيحاولهولك لتصميم احترافي في اقل من ديه فايا كانت اهتماماتك وحابب تستفيد من الموقع ده او اي مواقع زكاء الاصطناعي اخرى فتابع الفيديو ده للاخر ويلا بينا دلوقتي نرجع مع بعض موقع بيكليومان بس قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ولو انت نفعل زر الجرس فعاله تاني عشان يوصلت اشعارات جديدة وكل اشعارات الخاصة بالفيديوهات الجديدة ويلا بينا نبدأ الفيديو من الرابط اللي هتلاقي في وصف الفيديو تقدر ان انت تدخل على موقع او بتكتب بيكليومين دتكم هيحولك على الصفحة دي بالشكل ده زي ما انا شايفين في الوجهة الرئيسية هو جاب هنا بعض الصور اللي تم تصميمها باستخدام الموقع وبصراحة الموقع بان عليه ان هو موقع ممتاز وعلى فكرة دي اول تجربة ليا انا لسه ما استخدمتش الموقع انا هبدأ دلوقتي اول استخدام لي معكم وهنشوفه بشكل مباشر بس في البداية هنشوف ايه المزايا اللي موجودة في الموقع اللي تخلي الموقع ده يعني مميز اول حاجة هنا لو ضغرت على بيجيب لك هنا الحاجات المتاحة في الموقع زي ان انت عندك هنا هو انك تقدر تصميم تصميمها تحترفية باستخدام زكاة الاصطناعي ايضا عندك وهو تحويل النص الى صورة عندك هو تحويل الصورة الى صورة فيه كمان خاصية ودي يتعتبر احدث واشهر واقوى يعني موديل نزل في مجال انشاء الصورة بزاكاة الاصطناع وهي عشان كده المواقع اللي بتستخدم الخاصة دي هتكون مواقع احترافية ايضا عندنا وده برضه هنشوف مع بعض برضه بالاضافة تعالوا بقى كده نشوف عشان نستخدم المواقع ما يحتاجين احنا هنعمل سين اب فده بيتمي بطلقتين يا اما هنروح نضغط على او لو ضغطت على هيحاولك على الصفحة دي او لو ضغطت على هيحاولك برضه على الصفحة دي لو انت اول مرة تستخدم الموقع فانت لازم تروح تعمل سين اب اللي هو تسجيل حساب في الموقع اما عن طريق جوجل او بتكتب هنا الاسم بتاعك والايميل الخاص بيك ايا كان الايميل خاص بيك وبتكمل هنا انهو بيبعط لك رسالة على الايميل فبيجي تكتب هنا وبعد ما بتكتب وتختار الاتفاقية تضغط على خلص كده اصبح عندك حساب او ان انا هضغط على جوجل وده حساب خاص بيا مجرد ما هضغط على جوجل هو تلقائيا هيستخدم حساب جوجل خاص بيا في انشاء الحساب مجرد ما سجلت حساب ظهرت لي الموقع او الصفحة الرئيسية بالشكل ده طبعا هنا اول حاجة يبقى لي قال لي عندنا طبعا يبقى شيء مميز جدا هضغط اوكي هيظهر عندك الصفحة الرئيسية بالشكل ده على فكرة ده هتحيس ان هو نفس موقع ليوناردو ونفس في التسجيل وكده بس بصراحة كلمة دي بالنسبة لي يعني دي حاجة مهمة جدا هتلاحظ هنا موجود تصمومات حلوة جدا متنوعة لشخصيات هتلاقي هنا الصور مثلا اللي هي اللي هي الصور اللي تنفع للتلوين يعني فيه حاجات حلوة لكن احنا عايزين نجرب بقى بنفسنا ونشوف النتاج هتكون عاملة ازاي واللي لازم هكون كويسة طالما فيه هنا خاصية في الصفحة الرئيسية زي ما هنشايفين هو جيب لك هنا كل الصور المتاحة لو ضغط على اي صورة بالشكل ده هيجيب لك هنا البروميت والنيجاتيف بروميت والبروميت ده الكلام اللي احنا بنكتبه عشان نحوله الصورة ولو انت يعني مش فاهم يعني فهو مسلا هي بيكتب اه اي تفاصيل مش حاب ان هي تظهر في الصورة زي هوا مسلا هي نكتب الالوان المائية الحاجات العلامة المائية الكلام ده كله اه ممكن تكتب مسلا البلور اي شي عايز تكتبه جاب لك هنا الابعاد الصورة والمودلز اللي تم استخدامه والحاجات ده كلها عايز تحمل الصورة بتحملها عايز تعمل اي تفاصيل زي بتعملها عايز تعمل تعمل عادي جدا وحاجات تانية كتير ده بالنسبة للصور اللي موجودة اصلا في الموقع هنا عندك اللغات يقدر تختار لغة اخرى لو انت مسلا عايز لغة فرنسية ايا كان ولكن مش موجود لغة عربية بعد تفاصيل اخر زي هنا سياسات الموقع في لو انت حابب ان انت تعرف اكتر عن استخدام الموقع لكن كده كده انا اشرح لك ده دلوقتي ايضا عندك هنا حاجة اسمها لو انت ضغطت عليها هيجيبها لك ابيض ضغطت عليها تاني هيجيبها لك اسود وهنا فيما يخص الحساب بتاعك تقدر تعمل لوجه قاوت في اي وقت وتخرج من الحساب اما عن انشاة تصميمات فاحنا عندنا حاجة اسمها لما بنضغط عليها بالشكل ده فيحولك على الصفحة دي ودي الصفحة بقى اللي بيبقى فيها كل الشغل هتلاحز ان اجيب لك فوق على الشمال هنا في هنا سهم صغير او هنا ده لو ضغطت عليها بشكل ده هيجيب لك هنا المتاحة اللي هو البيكلومين في الانمي في البيكلومين وفي الفلوكس ودي بالنسبة لنا طبعا مهمة جدا ايضا عندك هنا في الابعاد ويجيب لك ابعاد كتير قوي تقدر تختار البعد اللي انت عايزه وتعمل يعني ابعاد مختلفة زي تسعة ستاشر اتنين تلاتة هتلاقي عندك ستاشر لتسعة تحت كل اللي ده موجود متاح واعتقد في الصور اكبر بكتير كمان من كده وعندك هنا النظام بقى الصور بيقول لك اتعاس كم الصورة فبتقول له عايز صورة اتنين تلاتة اربعة زي ما انت عاربس هنا عندك في المستطيل ده بنكتب فيه بتاعنا والبرومت زي ما قولنا انه هو النص اللي احنا عايزين نحوله لصورة هنا جايب لك هنا بقول لك دي مهمة جدا لو انت مسلا كتبت تفاصيل صغيرة هو ممكن يعدلها لك لتفاصيل اكتر بس بيطلع لك التصميم زي ما انت عايزه دي طبعا تكنية جامدة جدا موجودة في هنا دي يقدر يترجم لك لو انت مسلا كتبت حاجة بالعربي هو ممكن يترجمها لك انجليز وبعد كده تقدر تعمل لها ان انت لو ضغطت على خلاص هو هيبدأ عملية التصميم طيب احنا اللي واقفنا عليه دلوقتي ان احنا محتاجين بقى نجرب نكتب بتاعتنا ونعمل تصميم احترافي باستخدام فهكتب دلوقتي ونشوف هنعمله زي اول تقربة معنا هتبقى عشان نستخدم اللي انا عايز اعمل تأثير حقيقي بس اعايز اعمل شخصية هتكون كانها تبعني شخصية حياة فانا عايز اعمل شخصية لشخص عنده ستين سنة برزيلي لابس كاب كده ويكون يعني شكله كبير في السن هختار الابعاد بتاعتي مسلا هختار هنا تسعة لستاشر ولو انا عايزك تعمل لي صورتين ولحد هذه اللحظة انا شايف ان الموقع يعني انا مش شايف ان هو مسلا هيحدد لي استخدام معين فمش عارف ده هل فعلا فري ولا لا ده اللي هنجربه مع بعض دلوقتي وبعد ما اخترت كل شيء هروح هنا اضغط على عشان يبدأ دلوقتي عملية التصميم اللي هتظهر معنا في النهاية هنا بالشكل ده دي كانت اول نتيجة نتيجة جميلة جدا عامل الشخصية بشكل احترافي جدا نقدر نكبر الصورة هتلاحس كمان لو كبرت الصورة بيجيب لك تفاصيل اكتر زي ما احنا قلنا عندك هنا في الكلام اللي انت آآ كتبته ممكن تعمل دول لود للصورة من هنا تتحمل معاك تلقائيا ممكن تعمل ممكن تعمل لو عايز تزيل الخلفية ممكن تعمل الصورة يعني تخلي جاويتها احسن ممكن تعمل لو انت عايز تعدل على شيء في الصورة برضو ده هنشوف تكبر الصورة عايز تعزفها خلاص هتعزفها من هنا ده كانت اول آآ يعني تجربة لأول معنا لأول موديل تعاكد نجرب موديل تاني اللي هو موديل انمي تعا نجيب بقى تاني ونكتبه هضيف هنا تاني تقريبا لساحرة شريرة هنكتبه بالشكل ده واني اختار نفس التفاصيل ممكن مرة نزود نخلق اربعة صور اختارنا هنا الموديل بتاعنا ويعزو لك على فكرة كمان في هنا حاجة احنا ما شرحناهش لسه اللي هي الصورة دي او المربع ده بس لسه هيجي وقته وبعد كده عندك هنا ممكن نعمل بعض الادات الاخرى دي مهمة جدا برضو نعرفها وهي انك تقدر تتحكم هنا في وده بيبقى خاص بان هو تقدر كل ما بتزوده فانت بتقول له اهتم اكتر بالتفاصيل اللي في الصورة او الكلام عايزين الكلام يبقى طرع بتفاصيل اكتر فكل ما زودت كل ما هيزود معك النتيجة وفي هنا دي الخطوات اللي بيتتم عشان خطر التصميم يتعمل كل ما زادت كل ما زادت تفاصيل بتاعة يعني ممكن مثلا بقول له هو عايز التصميم ده تعمله في واحد واربعين خطوة فهيزود التفاصيل غير ان انا اقول له اعمله في تلاتاشر خطوة هيبقى تلاتاشر خطوة بس هتعى كده نزود شوية السيد ده رقم تقدر تحكم فيه لو انت عاد لك صورة مسلا لها رقم سيد وعاز ان انت تتحكم فيه فتقدر تستخدمه او تكتب الرقم هنا فبيقرب لك الصور ببعضها غير كده خلاص انت اخترت الاعداد بتاعتك بتعمل وتعال نشوفه التصميم اقدر فان هو يعمل لي اربع تصميمات كده لسحرة شريرة بشكل انمي موضع النظر بس هو يعني التصميم كويس على كده بقى نجرب الموديل اللي بعد كده اللي هو ده اللي هو تقدر من خلاله تعمل شخصيات اللي هو زي تقدر تستخدمها في كتب التلوين بعد ما اخترت الموديل هروح هنا اغير مسلا ده ممكن اقول له انا عايز مسلا الابعاد بتاعتي تكون مختلفة ممكن نقول له واحد لواحد وهنا هقول له برضو اربع صور وهاجي هنا هكتب بتاعي ده هيبقى لقطة وممكن برضو يتحكم في الاعدادات اه عايز تزود في ده اوكي عايز سيبه الخطوات زي ما هي اوكي خلينا في الخطوات ما عشان ما ببقاش فيها فيها تفاصيل كتير فهو هنا حتى جايب لكها تانية وعشرين خطوة فقط وكل حاجة زي ما هي نضغط على ونشوفه التصميم دي كانت النتيجة لما عمل هنا الصور بالشكل ده هتلاحز ان هو في صور تمام في صور محتاجز الزبط بس النتيجة اعتقد كويسة جدا ان هو قدر يعملنا فعلا صورة بالشكل ده للتلوين فلو انت مهتم ان انت هتعمل كتب تلوين فاعتقد ان الموقع ده برضو هيفي ايدك في ده ان انت هتقدر تعمل تصميم دي بالشكل الاحترافي ده اوكي تعالى بقى نجرب مع بعض الموضي الاخير هو الفلوكس دوت وان عشان نشوف بقى بعد كده هنخش على ايه نجاهز هنا بسيط جدا هنروح هنا برضو نختار ممكن بقى هنا نختار بعضي تاني ستاشر لتسعة وتعالى كده بعد ما نشوف التفاصيل هتلاحز هنا التفاصيل اختلفت ان انت ما تقدرش هنا هتتحكم في ولا تقدر بس ولا حتى تقدر تجد تضيف هنا لكن تقدر تضيف هنا واحنا مش محتاجين نضيف فتركيا هنا كمان ممكن اروح اقول له لو ضغطت عليه فعشان لو هيقدر ان هو هيتحكم فهو قال لي طبعا ان انت هنا آآ يعني في آآ هنا تفاصيل كتير في فهو ممكن مقدرش يعمل ده ولكن لو ضغطت على هيبدأ دلوقتي يعمل التصميم ونشوف التصميم ده هيكون تعالى نشوف النتيجة بقى الرائعة ديت هنا عندك هنا في تصميم زي ده التصميم هنا معمول حلو قوي وهو عبرها عن بوتل وفيها مراكب ماشية جوة بالشكل ده نقدر طبعا انها من للصور الجاملة ديت وهنا طبعا هتلاحز ان هي لها فتحتين ده طبعا بتصميم تصميم بصراحة او بيعمل حاجات كويسة جدا نقدر ان احنا يعني نعدل عليها كمان لو عايزين طيب تعالى بقى احنا مسلا هنا ده صورة زي عملناها ايه التعدلات اللي احنا ممكن نعملها لو ضغطت على فبيجي هنا بيجيب لك هنا تفاصيل دي تاني بتاعت وتقدر ان انت لو عايز تضف فيها شيء ويعملها لك تاني ولكن لو رجعنا تاني هنا عندك هنا برضو في هنا ده نقدر ان احنا نعمل لو ضغطت عليها هيبدأ ان هو هنا مسلا يعمل لك آآ يعني ازالة للخلفية ويجيب لك التصميم بتاعك ولكن بدون ما يكون فيه اي صورة اي او اي خلفية عفوا فهنا هتلاحز ان هو اصى بشكل احتراف جدا واصبحت الخلفية سودة يعني فارغة كذلك الامر لكن لان مش كل حاجة متاحة في لو جيت مسلا هنا على الشخصية بتاعت الراجل بالشكل ده هنا هتلاحز في حاجات اكتر موجودة يعني غير في حاجة اسمها وده تقدر تحسن من خلال جودة الصورة وفي حاجة اسمها لو انت عايز مسلا تزيل اي شيء مسلا وتحط اي شيء تاني فلو انت جيت هنا مسلا حددت مسلا هنا حاجة عندك هنا تقدر تكبرها بالشكل ده وجيت هنا حددت مسلا الكباعة دي كده واخد بالك وجيت هنا بعد انا ما حددتها كده حدد كده كل بالتفصيل حددتها اهو وهنا برضو هكامل نقدر نكبر عن كده كمان لو عايز تنجز في نفسك شوية اهو وهقول له هنا في بتكتب بقى تفاصيل انت عايزها مسلا اقول له اه مسلا بلاك رغم ان هو عملها كويس بس انا بشرح لك احيات عايز انها تكون سودا واعمل سب مت هيبدأ ان هو يعديل على الجزء اللي انا اخترت ويعملهولي بشكل جديد بنفس التفاصيل اللي انا كتبتها شوف النتيجة النتيجة عملت بشكل احترافي جدا عملها بالزبط بلاك وزبطها لك يعني صراحة خاصية التعديل هنا جميلة جدا تعال نضغط عليه تاني كده شوف ايه المتاح تاني هنا في عندك زي بقى لو ضغطت هنا بيقول لك لو انت بقى عايزني مسلا ايه اخلي لك الصورة اوسع شوية فبتيجي هنا بتحددها كده ويتعالا كده مسلا هقول له انا ايه يعني مسلا او هقول له ايا كان التفاصيل هو اقول له سبتها نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي تعالى كبر الصورة بقى هتلاعز ان هو اضاف هنا يوسع الصورة شوية وعملها بالشكل ده برضو خاصية هنا رائع جدا تعال برضو نشوف ايه المتاح في الموقع هتلاعز هنا بقى في المستطيل ده في ايه هنا الصورة لو جيت هنا اضغطت على الصورة تقدر ان انت تتحمل صورة مسلا عندي صورة زي دي هعمل لها هنا بالشكل ده مجرد ما هتحمل الصورة هيزهر لك برضو ده اعدادات تانية هضغط على الصورة بالشكل ده فاول ما اضغط عليها هيجي هنا يقول لي انت عايز بقى تعمل ايه فيه هنا هيزهر لك ثلاث حاجات الكونتينت ريفرانس والستايل ريفرانس والكاراكتر ريفرانس كل واحدة بتختلف عن التاني الكونتينت ريفرانس ودي ان هو انت بتقول له انا عايزك تعدل على الصورة ان انت مسلا هضيف لك تفاصيل معينة وتطبقها على الصورة ان انت عجبك بتاع الصورة مسلا الالوان والحاجات دي فانا عايز اعمل صورة بس بتفاصيل تانية بس تكون نفس الاستايل الكاراكتر هنا بيقول له بقى انا عايزك تاخذ الشخصية اللي في الصورة ديت وتشتغل عليها بس في ايه شكل تاني هنجرب اول حاجة هنا الكونتينت ريفرانس بعد كده بنيجي هنا نكتب بقى التفاصيل اللي احنا عايزين فانا ممكن اقول له اجي اقول له مسلا هنا اعايز اغير مسلا في الاستايل الالوان او اي شيء فهقول له مسلا هنا مثلا وبعد كده هضغط هنا كل ما زودت كل ما زاد التفاصيل في الصورة بتاعت واضغط على كده فهتلاحظ ان هو دلوقتي هيبدأ اعمال لك الصورة بالشكل ده واده النتيجة تعال كده نقبر الصورة بصوا كده بقى يعني زبط الصورة حافظ عليها ولكن ايه اعملها لك زي ما احنا شايفين النتيجة مبهرة جدا ولكن ماذا لو غيرنا بقى هنا اللي احنا عايزينه واللي اكون هاجي هنا هقول له تاني هات الصورة وبعد كده هنروح اقول له بس المرة ده بقى هجيب تفاصيل تانية بقى لاي حاجة تانية اللي هو مسلا ممكن اقول له مثلا هقول له هنا جزيرة اوكي ومع هقول له سي ومع هقول له هاوس اوكي بس تفاصيل بسيطة جدا بس انا هروح على عشان يزبط لي بتاعي هتلاحظ ان هو راح جاب لي المشهد كله هنا في احترافي وبنان عليه هقول له عشان نشوف النتيجة بالشكل ده هنشوف النتيجة هو مفرد هنا اخد الالوان بتاعة الصورة الاصلية وقدر يعمل لنا هنا بيت بالشكل ده بنفس الالوان اللي كانت موجودة في الصورة الاصلية فهمت الفكرة طيب بتاع بقى نجرب اخر حاجة معنا هنروح هنا نجيب الصورة تاني نفس الصورة اهو ونروح على بقى المرة دي بقى انا اقول له انا عايزي الشخصية بقى اللي هي الراجل ده وهقول له هنا مثلا هقول له ايه بقى يعني ممكن نقول اوكي اا وهنقول مثلا درايف اوكي وهنقول كار اوكي وهنقول ديزارت في الصحرة وهروح برضو هنا على عشان يعمل لي كويس وبعد كده نطلب منه ان هو يعمل لنا ايه التصميم هنزود بقى دي شوية مفروض بقى ان هو ياخد نفس الشخصية اللي هنا وندغط على ودي طبعا الطريقة دي اللي انت هتحتاجها لو انت عايز بقى تثبت الشخصيات بتاعتك عايز شخصية بس تحطها في محاور مختلفة هنا بقى تقدر تستفيد بدي واعتقد ده ممكن نستعين به بعد كده في يعني حاجات تاني بس في خطأ عملنا ان احنا مغيرناش الابعاد ولكن مش مشكلة هيطلع معنا البعد واحد لواحد زي ما طالع في الصورة دي تعال نشوف النتجة تكون عاملة ازاي بصراحة اللي ما عجبنيش ان هو هنا ما حافظش على الشخصية وما جابش الشخصية اصلا جاب كل شيء معادة الشخصية فتعالك كده نجرب تاني المرة دي بس هغير كده الابعاد وهخليها ستاشر لتسعة وارجع تاني هنا على الصورة وهناخد هنا وهقول له تاني هنا برضو وهقول له مثلا وهنقول له ونزود خالص ونجي للنهانس هيكتب لنا بالشكل ده ونضغط بعد كده على هنا بقى المرة دي جاب الشخصية وقدر فعلا ان هو يحطها لنا في العربية ولكن يعني العربية بايزة شفايا فمش مشكلة عادي خلاص النتيجة كده اتعملت واعتقد ان احنا كده قدرنا ان احنا نزبط كل حاجة كان ممكن برضو ان احنا نختار من الموديلز بحيس يعمل صورة بشكل احسن ولكن دي بقى هسيبها لك انت تجرب استخدام موقع بيك لومين وتعمل بنتاج احترف فيها اتمنى تكون استفدتم من الحلقة لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زيب جرس ولو عجبك الفيديو لايك وتسيب لنا رأيك في التعليق وفي النهاية السلام عليكم